بتعاني من اسفرار وتسوص في اسنانك عندك ريحة فم كريهة عندك اسفرار وجير متراكم عايزة اقول لك الوصفة القوية اللي من اول استعمال هتزلك كل الاسفرار وكل الجير وهتعطر رياحة فمك وهتديك بياض ناصع لاسنانك والنتيجة هتشوفيها بعنيك من اول استعمال هتخلصك من كل الجير المتراكم ومن كل التسوص ومن كل اي بكتيريا في فمك وهتخلي اسنانك تبقى ناصعة البياض والنتيجة فورية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بخوتي وحبيبي عاملين إيه يا رب كلكم تكونوا بخير معاكم مايا من قناة وصفات صحرية مع مايا النهاردة خوتي وحبيبي الغاليين جايبا لكم وصفة حلوة جدا هخلصك بقى في الوصفة دي من التهاب اللسة من رائحة الفم الكريحة من إسفرار الأسنين من تسوس الأسنان من تسوس الأدرس كمان من الجير المتراكم عايز أقول لك الوصفة دي هتديك تعطير دائم من رائحة فمك وهتديك بياضة تلج الأسنانك وكمان هتديك هتقوي عمدك اللسة وكمان أحلى حاجة في الوصفة دي إنها نتائجها فورية في طبيض الأسنان وإزالة الجير ورائحة الفم الكريحة قبل ما أبدأ وصفتي لو أول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش ضغطي على زر الإشراك وتفعلي جار شان يوصل لكل جديد لايك للفيديو فضلا وليس أخرى بص باية الست الكل الوصفة بتاعت النهاردة هنحتاج هنعمل خطوتين أولا أنا مش محتاجة منك إن انت تعملي كورسات كتير أو مثلا كورس كامل لمدة فترة طويلة علشان الوصفة تجيب معاك النتيجة لا الوصفة دي نتائجها فورية يعني هتعمليها وهتلاقي النتائج مدهشة جدا بس تتابعي معي الفيديو للإخل أول حاجة هنجيب كوباية وهنبدأ إن احنا نقصر فيها عصير نص لمونة كوباية تكون كوباية شاي اللي هي العادية خالص اللي احنا بنستخدمها يعني مقدار نص اللمونة يعني مقدار معلقة كبيرة من عصير اللمون هنا عصير اللمون من المضادات الهيلة جدا للبكتيرية الفم كمان من الحاجات اللي بتحارب التساوس وكمان من الحاجات الحلوة جدا جدا لإزالة تساوس الأسنين معلقة من عصير اللمون وهنبدأ ناخد عليها معلقة برضو صغيرة من الملح الأبيض هنا الملح الأبيض مسكن هيل للألام مضاد للبكتيريا من الحاجات الحلوة جدا يجب أن تخلع لك السوسة من جدورها كمان من الحاجات الحلوى جدا جدا اللي بتعالج فطريات الفم يبقى معلقة من الملح على معلقة من عصير الليمون هنا بقى هنضيف نص معلقة لو هنستخدمها على الوصوة مطحونة أو المكون ده مطحون يبقى هنضيف نص معلقة إنما لو هنستخدمه حبيبات يبقى هناخد بعدد خمس حبات بالضبط يبقى هناخد نص معلقة صغيرة يرى خالص من القرنفل المطحون هنا القرنفل بيعالج رقاحة الفم الكريهة عايز أقولك إن هو بيشلك تساوس الأسنان من الحاجات اللي بتعطر رقاحة الفم من الحاجات اللي بتقديلك تماما على بكتيرية الفم لأن بكتيرية الفم هي اللي بتسبب التساوس وكمان بتسبب الإسفراج هنبدأ ننزل عليهم بمية مغلية لكن علشان ما نفكدش فوايدهم المية هتغلي في الكتل وهنبدأ إن إحنا نسيبها لحد ما تهدى شوية في الكتل أو في البراد لمدة ما تقلش عن خمس دقايق جوه البراد هيغلي هنستنى شوية خمس دقايق وبعدين هننزل مباشرة ده علشان تقدر تستفادي من الأعشاب أو الحاجات اللي انت بتحطيها بنسبة مية في المية تاخدي كل الفوايد منها هنقلب اللمون على الملح على القرنفل والله هتدعي دعوة خير لما هتجرب الوصفة دي لو عندك اسفرار وكمان تسوس ورائحة فم كريحة ومقروبات كتير وبيجيلك كمان التقرحات اللي بتكون في اللسة أو التقرحات اللي بتكون في الشفة أو في اللسان عايزة أقول لك الكوباية دي وتقديلك عليها تماما بس هتستخدميها بالطريقة الصح ده غير إن هتخلي ريحة بقك ديت فواحة ريحتها كده تجنن دي الوصفة الأولى معايا هقول لك حبيبة قلبي هتستخدميها إزاي بس هنركينها على جنب وتعالوا بقى نخش على وصفتنا التانية هنبدأ نجيب طبق معايا بالشكل ده وهبدأ إن أنا أعصر عصير نص لمونة يعني إحنا كده خدنا لمونة كاملة نص نصها أخدناها هنا في الكوباية دي والنص التاني هنحطه في الطبق بتاعي الله يسعد أيامكم دنيا وآخرة شيروا الفيديو علشان في ناس كتير قوي قوي بعتت لي وبتشتكي من تسوس الأسنان والجير والإصفرار وعايزين حاجة سريعة أنا عايز أقول لكم إن دي أسرع طريقة لتبيض الأسنان فوري مش هنحتاج نعمل كورصات زي ما قلت لكم كتير عشان تديكي نتيجة لكن طريقة استخدامها وكلام اللي أنا هقوله آخر الفيديو بالله عليكم اسمعوه علشان نقدر إن إحنا نتفادى الأسار الجانبية اللي هتحصل تمام لو يعني ما يحصلش لينا أصار الجانبية مع الوصفة هنبدأ ناخد معلقة من عصير الليمون وهنبدأ ناخد عليها معلقة من المكون ده عايز أقول لكم المكون ده بيفور حرفيا الإصفرار الأسنان الجير اللي بيكون متراقم بقاله سنين التسوس كمان وكمان بيدي بياض ناصع للأسنان لكن نتائج زي ما هي فعالة وسريعة لطريقة استخدام بحرص جديد عشان يدينا نتائج أك إن أنا بالزبط روحنا عملنا ليزر لأسناننا في عياد الدكتور آآ أو كده تمام؟ هبدأ إن أنا أخد معلقة صغيرة فقط مش هنزود عن معلقة صغيرة من البيكنج بودر أو خميرة الحلويات دي بقى اللي هتديك الفوران الرهيب اللي هيفور لكل التسوس وكل الجير وكل الإصفرار وهيديك البياض الناصع هنبدأ نقلب معلقة البيكنج بودر مع عصير نص لامونة كويس جدا جدا بالشكل ده حين هيحصل فوران لكن بعد كده الفوران معايا هيبدأ يروح بعد ما قلبناه مع بعض كويس قوي هنبدأ بقى وطبعا في مكون هنضيفه مع بعض ده مهم قوي لتفادي الأصوار الجانبية لأنا قلت لكم عليه علشان نبدي الأسناننا بياض ناصع وفي نفس الوقت نبقى شغالين بأمان تاني يعني نبقى بنشتغل أو بنبيض أسناننا وإحنا مش قلقانين من أي حاجة ممكن تحصل هنبدأ ناخد ربع معلقة برضو من القرنفل القرنفل معايا هنا أساسي لإن القرنفل من الحاجات الحلوة جدا جدا اللي بتحارب التساوز فهنبدأ نقلب ربع معلقة من القرنفل المطحون على معصير نص لامونة وكمان معاهم البيكنج بودر أو خميرة الحلويات هنا زي ما انتم شايفين الفوران ده بنقدر نعمل منه كمية كبيرة لو مجموعة مع بعض هتستخدمه وكمان بتقدري لو فاض منه هقولك إزاي تحتفظ بي عشان مش كل مرة تقدري تعملي نفس الخطوة أو تعملي الخطوة دي كتير فهنبدأ نقلب كويس قوي لحد ما نحس كده ان هم اندمجوا كده مع بعض كويس بعد ما قلبناهم كويس قوي بالشكل ده هنبدأ نضيف رشة بسيطة يعني أقل من ربع معلقة رشة بسيطة خالص من الملح يعني أقل من ربع معلقة من الملح الأبيض وهنقلب الملح كويس جدا مع المقونات معايا ونقدر كمان نستخدم الوصفة دي للأدرس لإنها حلوة لإنها هتخلعلك كمان التسوس اللي بيكون في الأدرس يسعد قلوبكو حبيب قلبي صلوا على سيدنا محمد في الكومنتات عشان كلها نكسب حسنات ربنا يجعلوا في ميزان حسناتكو يا رب اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد بعد ما قلبناهم كويس قوي بالشكل ده معايا هنا بقى حباهد قلبي الغاليين معجون الأسنان أنا هنا هستخدم معجون الأسنان اللي بيكون بالفحم بالنسبالي معجون الأسنان اللي بالفحم هيكون حلو قوي 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 معاك في الوصفة دي لكن لو مش متوفر عندك معجون أسنان فحم يبقى هتستخدمي معجون الأسنان إلى عادي اللي متوفر عندك مش مش مشكلة بس لو تقدري تجيدي معجون أسنان بالفحم هيكون فعال أكتر فهنبدأ نقلب معلقة معجون الأسنان اللي بالفحم أو زي ما قلت لكم لو مش متوفر عندكم معجون أسنان بالفحم يبقى هنستخدم معجون أسنان عادي مش مشكلة هنا بقى هنبدأ ندوب أو نقلب معجون الأسنان كويس أوي لأن أنا محتاجة أن الملح من نسبة أن الملح يدوب وفي نفس الوقت معجون الأسنان يبدأ أنه هو يدوب معايا ويتقلب ويبقى القوام معايا كريمي ويبقى تقريبا كده الكريم كده يختفي معايا وهنقلبهم كويس اوي طريق استخدام الوصفة مهمة جدا فبالله عليكم الله يسعدكم يا رب عشان تعبي مايروحش على الفوضي انا يعني بحاول اشرح لكم الحاجة بشكل تفصيلي علشان اه يعني اتفادى ان انتو يحصل لكم اثار جانبية والوصفة كمان تجيب معاكم نتائج فعالة لاني ببقى مبسوطة اوي لما تجربوا حاجة ان شاء الله هتجيب معاكم نتيجة فهنقلبها وبصوا هتبقى بالشكل انتو شايفينه معايا هنا بقى للناس اللي عندها اسنانها حساسة في ناس اسنانها حساسة جدا فالوصفة دي على قد ما هي مبيضة على قد ما هي حمية اوي لانها مبيضة وسريعة لان انا عملت النهاردة الفيديو ده بالذات علشان الناس اللي عايزة حاجة سريعة مش عايزة تشتغل على كورسات او حاجات تكون مفعولها ضعيف شوية بياخد معانا وقت فطبعا على قد ما الوصفة دي نتيجها فعالة جدا على قد ما هي قوية فالناس اللي اسنانها حساسة هتبدأ تحط معلقة صغيرة من زيت الزيتون هنا زيت الزيتون لو انت عندك يعني اسنانك حساسة جدا تقداري تستخدمي الوصفة دي بامان تام لان هنا زيت الزيتون معايا هيخليكي تتفادي حتة الحساسية اللي هتكون في اسنانك عشان تقداري تستفيدي من الوصفة وفي نفس الوقت ما يحصلش اي قصار جانبية لو احنا اسناننا اول لسا عندنا حساسة فهنبدأ نقلب كويس جدا علاقة معجون الاسنان لحد ما نحس زي ما انتم شايفين اهو القوام معايا بقى كريمي شايفين الجمال شايفين جمال الكريم يا سلام بقى لما تستخدميه وتشوفي بنفسك النتائج نصلي على سيدنا محمد كده وتعالي بقى اقول لكم ازاي نستخدم الوصفتين دولة بطريقة فعالة وازاي والوقت اللي احنا هنستخدمهم فيه اول حاجة ست القلب الوصفة دي اللي احنا عملناها في الاول ده غسول فعال للفم قولي وداعا لراحة الفم الكريعة خلاص ريحة بقك دي هتبقى الصبح حلوة لو صايمة هتبقى حلوة لو صحية من نوم لو بالليل في اي وقت بيعطر ريحة الفم بشكل دائم خل ريحة البقى حلوة او كمان قولي وداعا للفطريات اللي هتحصل لك في فمك يعني من اللسة من اللسان المقروبات كلها هتتشال اللي في الفم اللي بتسبب اصلا التقرحات اللي بتحصل في الفم قولي وداعا لتسوس الاسنان لان المضمضة اللي انت هتستخدميها دي في كل مرة عطمض ماضي فيها هتلاقي كل التسوس بتساقط معيها وكمان قولي وداعا للجير والاسفرار لانها بتدي كمان بيوت حلو جدا للاسنان الغسول ده بنبدأ ان احنا نعمله زي ما انتم شايفين وبننزل عليه بمياه مغلية بنسيبه منقوع مع بعض المدة تساعتين ياريت نغطيه بعد ما نحطه في الكباية بعد كده بنبدأ ان احنا نصفيه او ممكن ما تصفوهوش لان كده كده المكونات اللي فيه اصلا بودر حتى القروم في البودر وهنبدأ ننقله في زجاجة عندنا المكونات دي او الغسول ده بيتساف في التلاجة بنيجي يوميا قبل النوم يفضل طبعا مرتين في اليوم بس الافضل يعني لو احنا مش هنقدر نعمله مرتين في اليوم يبقى يكفي مرة واحدة بس في اليوم قبل ما ننام بنيجي خلاص احنا دخلين خلاص عشان ننام ندخل التواليات او كده وناخد والمضمط بقنا تلات مرات مضمضة ونسيبها لمدة حوالي دقيقة تمام? وبعد كده مضمضة تاني وبعد كده مضمضة تاني بنمضمط تلات مرات وبنسيب المياه دي اطول فترة ممكنة اقل حاجة لمدة دقيقة تمام? وبعد كده بنبدأ نسيبه على الفم عادي جدا لانه هو اصلا كل المكونات اللي فيه طبعية يعني لو شوية نزله في معدتنا ما فيهاش اي مشكلة تمام? ده الغسول اللي انا قلت لكم عليه الغسول ده بيستخدم بشكل يومي لمدة من تلات ايام لأسبوع ممكن تستخدموك الغسولكم او الغسول او المضمضة الدائمة بتاعتنا لانه هو لما بتدومي عليه ما بيعملش ايه صار جانبية الغسول ده تمام غسول الفم ده حلو قوي فبندوم عليه زي ما احنا عايزين لكن لو كعلاج من تلات ايام لأسبوع ده على حسب يعني على حسب تقبولك للوصفة بالنسبة بقى للوصفة دي دي بقى موصفة المناسبات السريعة بناخد فرشة الاسنان وبنبدأ ناخد المعجون ده كده فرشة الاسنان وبنبدأ ندعك اسنان او كمان ادرس يعني مش هندعك الاسنان بس بندعك الادرس فيها وبنبدأ نسيبه موجود على الاسنان دقيقتين فقط مش هنزود عن دقيقتين دقيقتين فقط بعد الدعك بنعد دقيقتين وبعد كده بنبدأ ان احنا نسيبه دقيقتين على الفم او على الاسنين تمام؟ هنا بقى الوصفة دي مش بتستخدم بشكل دائم غير دي يعني دي ممكن نستخدمها كغسول يومي ان شاء الله مدى الحياة يوميا مدى الحياة براحتنا خالص انما دي مش هينفع ان احنا ندوم عليها دي وصفة بتشيل كل الاهمال وكل الاسفرار وكل السواد اللي في الاسنان لكن بتستخدم بشكل مؤقت يعني خلاص انا استخدمتها تلات ايام وراء بعض دقيقتين على اسناني خلاص مش هستخدمها تاني خلاص بالنسبة لمينة الاسنان ما تقلقوش احنا حطين اولا حطين زيت زيتون لاصحاب الاسنان اللي حساسة ثانيا هتستخدم لمدة تلات ايام يعني مش هنستخدمها على طول احنا هنستخدمها عشان نشيل كل الجير المتراكم وكل الاسفرار ونفتح اسناننا بشكل سريع وخلاص تمام؟ هنا بقى الوصفة دي زي ما قلت لكم بتضموا عليها زي ما انتم عايزين دي تلات ايام فقط مش هنستخدمها اكتر من تلات ايام ديتين في كل مرة وبشكل يوم المدة تلات ايام اتفرجوا انا قلت لكم كل حاجة ممكن ان انا اقولها في الفيديو لو ما في حاجة ما توضحتش قوليلي في الكومنتات اشوفكم على خير ما تنسوش اللايك الله يسعدكم قبل ما تخرجوا اشوفكم على خير والسلام عليكم